قررت هيئة النزهة الاتحادية إرجاء المؤتمر الصحفي الذي نوهت بأنها تعتزم عقده في مقرها وأكدت الهيئة في بيان احترامها للسلطة القضائية وإجراءاتها وما يصدر عنها من قرارات وأحكام منوهة بأن عملها ومخرجاته الكبيرة التي تمخضت عنه قرارات وأحكام قضائية رادعة بحق الفاسدين والمتجاوزين على المال العام كل ذلك كان تحت إشراف قضاة التحقيق وأنشر البيان إلى أنه من منطلق مبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور يتوجه رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون بالشكر للقضاء العراقي والإدعاء العام لمباشرته التحقيق في المقاطع الصوتية المزورة والمفبركة المنسوبة زورا له مؤكدا احترامه لكل ما يصدر عنه من نتائج وقرارات وأضافت أنها تتطلع دوما لتحقيق العدلة ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات دولة وأمن المواطنين والتجاوز على مؤسساتها ومحاولة الحط من شأن رجالاتها ترجمة نانسي قنقر